وهنا هسأل دكتور حاتم على الشق القانوني في هذه المرافعة من حيث دور بصر قانونيا أمام المحكمة النهاردة المحكمة عندما تأخذ ما يطلق عليه الرأي الاستشاري ده معناه ايه؟ تمام بدأتا مبتدأ القول ومبتتهه لو علمت إسرائيل أنها ستكون على موعد مع المرافعة المصرية في 21 فبراير 2024 لما تمادت في غيها وما ستحدثه من ردة فعل على المستوى الجماعة الدولية وما يعقبه ذلك من حراك سياسي على المستوى الدولي أعتقد كانت الأمور ستتغير كثيرا رجوعا إلى مصر وتلبية لا هذا المطالي مش هسيبها ليه؟ يعني لو كانوا عرفوا أن احنا هنعمل ده ما كانوش تمادوا كل هذا التمادي الوحش حقيقة الأمر أن المذكرة أعدت بإحكام وإتقان وبخبرة في القانون الدولي والعلاقات الدولية ولم تترك كبيرة ولا صغيرة إلا تناولتها ووضعت إسرائيل في خانة اليك كما نقول بمعنى تضييق الخناق على الدولة الإسرائيلية ولم تفارق لحظة واحدة أو نقطة واحدة من المذكرة أو من سواء المذكرتين السابقتين للمرافعة أو من المرافعة إلا تناولتها تفصيلا بما يدعمها من أسانيد قانونية من أحكام القانون الدولي مثل الأمم المتحدة اتفاقيات لهاي اتفاقيات جينيف القانون دولي الإنساني قانون دولي الحقوق الإنسان لم تترك شاردة ولا واردة إلا مدعمة بالأسانيد وبما يدين إسرائيل وبما يضحط مزاعمها جميعها اشتركوا في القناة